لم تحسم الأسماء المرشحة للوزارات في المكون السني حتى الآن رغم تقسيم الحقائب الوزارية على ثلاث كتل داخل المكون الواحد ستو وزارات للكتل السنية بضمنها وزارتان سيادية أن الوزارات ما مكون السني هو بس الحقائق وهي ستة وزارات موجودة أما نوعية الوزارات لحد هذه اللحظة ما بين مدن وجزق ما بين تفاوضات التتغير بين اللحظة ومن أخرى أما بالنسبة للمرشحين أيضا من حد الآن المرشحين والمرشحين كلهم بينهم الخير والبركة وسيذهب السنة وسيذهب السيادة في تشخيص من يتسلم هذه المناصب للكفاءة والمهنية وأيضا التوزيع الجغرافي سيكون معتمد في التوزيع على الكامل الوزارية ففي وقت يتحدث نواب عن حسم الأسماء المرشحة للحقائب الكردية مناصفة بين الحزبين الكرديين فقد حصلت ديمقراط الكردستاني على وزارتي الخارجية والإعمار والإسكان فيما ذهبت وزارتاء العدل والبيئة إلى الاتحاد الوطني الكرد تمكنوا من حسم مرشحيهم لشغل الوزارات في حكومة السيد السوداني وأعتقد بأنه تم تقديمها إلى رئيس الوزراء المكلف لدراستها وهناك شخصيات كفوءة ونزيهة ومعروفة بخبرتها رشحت من قبل الأحزاب الكردية لشغل المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة ويرجح نواب أن تحسم الأسماء المرشحة للوزارات جميعها بحلول اليومين المقبلين بعد دعوة السوداني الكتلة للتسريع بإرسال مرشحيها لاختيار أرجحهم وفقا لمعاير التفق عليها مع التحالفات المؤتلفة لتشكيل الحكومة ومع حسم بعض المرشحين للوزارات الكردية والسنية إلا أن الخلافات على بقية الوزارات ما تزال تشكل آئقا لتحديد جلسة التصويت على الحكومة المقبلة التي ربما تعقد في نهاية الأسبوع الحالي وفق نواب سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد